صرح رئيس مجلس الوزراب أن متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية من مختلف القطاعات له مردود إيجابي على مختلف نواحي الحياة للمواطن المصري وخلال اجتماعه بوزير الإسكان وعدد من المسؤولين المعنيين تم استعراض إجمالي ما تم الانتهاء من تنفيذه حتى الآن ووصل إلى ستمائة ألف وثمانية وأربعين ألف وحدة سكنية وجاري تنفيذه مائتين وتسعة عشر ألف وحدة فضلا عن أنه جاري طرح ثلاثة ألاف وحدة سكنية أخرى كما تم خلال الاجتماع بحث موقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكذا جهود معالجة مياه المصارف الزراعية بغرض إعادة استخدامها هذا وتم استعراض موقف مشروع تطوير موقع التجل الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين ونسب تنفيذه وكذلك مشروع تطوير منطقة سور مغرى العيون ومعدلات تنفيذه